بلينكين في أحدى المرات اللي زار فيها إسرائيل قعد مع نتنياهو مجرم الحرب ومع مجلس الحرب الإسرائيلي قعدين في غرفة العمليات تالأرض وبيقول لي نتنياهو ده اللي منشور إنه هتعمل إيه في غزة لتنين مليون فلسطين اللي محاصرين في غزة قال له هعمل حاجة على طول نتنياهو قال لك كان رده جاهز قال له أنا هعمل ممرة آمن ويروحوا فين على مصر أحد مستشاري نتنياهو أكمل الجملة اللي قالها نتنياهو قال له القضية دي ممكن تخص من خلال شخص واحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيزم إنه يسمح كل الفلسطينين دول اللي قاعدين في غزة يدخلوا مصر وبقى القضية دي خلصت بس وكرر بعد كده معناها إنه لن يعودوا مرة أخرى هو دا الموضوع لا تقول لي بقى غزة حصل فيها إيه ولا تقول لي قناة السويسي هي إيه ولا تقول لي فين هو موضوع واحد حل الحكاية دي افتحوا حدودكم واخدوا الفلسطينين عندكم ونخلص الليلة وإحنا بنقول إننا مش هتخلص ومش هناخد حد عندنا لإن الرئيس بيحافظ على القضية الفلسطينية أي تهجير لأي الفلسطيني معناه إسرائيل هيدخل مكانه أي متر أرض فلسطيني هسيه معناه إسرائيل هتاخده فالدولة المصرية حريصة على هذا الأمر هم اتكلموا مع بلينكين كده واتكلموا مع بايدن كده وبيتكلموا كده وبيتغطوا كده الحكاية من آخرها وأولها وكل هذه الحملات كلها يا شعبي عظيم تبع عارف الموضوع سيناء ما فيش حاجة أخرى غير سيناء ليس لديهم حاجة غير سيناء هيفضل يضغط عليك ويروج شائعات وتشتغل لجانة اكترونية وإخوان وخوانة وكل الرهبين يشتغلوا عشان ياخدوا سيناء ويسكنوا الفلسطينيين داخل سيناء وكل سنة وانت طيب هذا لن يحدث احنا دفعنا تمن غالي ومش هنسيب ولا سنتيمتر من سيناء أنا بقول لك أخر كتاب اللي لسه طالع من عدة أيام واللي قاله بالدنيا طبعا فيه تفاصيل كتيرة ولكن بقول لعاكم خلال أما تقرأ النص العربي هو طبعا مترجم وبيتم مترجمته والديديا كلها عمال مش عايزة يقول لحضراتكم قدير ولكن الجزء الأساسي اللي يعنيني أنا شخصيا ده في الكتاب اللي هو 400 صفحة التلات أربع فقرات دول اللي احنا عارفينهم كويس قوي من يوم 7 أكتوبر من يوم 7 أكتوبر عارفين الحكاية دي هدفها الوحيد سيناء حل أزمة غزة على حساب مصر ما حدش يحل على حسابنا ما حدش يحل على حسابنا اكتبوا اشتغلوا اروجوا شائعات اتكلموا على البلد أكذيب اعملوا حملات لن تتنازل مصر عن شبر واحد من أراضيها أبدا ما احترامنا الشعب الفلسطين ده احنا بنحفظه على الشعب الفلسطيني وبنحفظه على القضية احنا بنساعد أشقائنا وبندعمهم لما يجي قولك مسكنا سلاح داخل أو أنت بتود سلاح ولا بتنقل سلاح أنا فيهم تصدق ده ولا تصدق ده تصدق مين أنا أصدق بلدي وأصدق جيشنا العظيم وكل مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري ما فيش عنده غير جيشه صدق لا تصدق إلا ما يظهر عن مؤسسات بلدك أي كلام آخر وحملت أخرى معك